في الحقيقة ده يعني دي حاجة من ضمن الحاجات المهمة لكن الأهم بصراحة هو الحديث عن مبارتي الأهلي والمريخ والأهلي والهلال والتنين يا جماعة باكتج واحد يعني ما تحاولش تفصل ده عن ده يعني انت لو كسبت المريخ مش هتتأهل لسه محتاج ايه محتاج تكسب كمان الهلال اه لو تعديلت مطش وكسبت مطش هتتأهل اوكي لكن احنا لا ما ينفعش ان احنا نتعدل مطش ونكسب مطش يعني نتعدل مطش ونكسب مطش ده هيبقى صعبة على جمهور النادي الأهلي لا احنا عايزين نخلص المجموعة دي واحنا عندنا عشر نقاط حلو وتبقى ثاني والأمور تبقى كويسة والأهم عدم التقليل من مطشين شفنا المريخ على أرضنا هنا في المباراة الأولى تحت الجولة الأولى كان عامل ازاي وكان ممكن يتعدل وكان ممكن يكسب الحمد لله التوفيق كان معنا وقدرنا ان احنا نفوز بنتيجة تلاتة اتنين والهلال كذلك هيبقى منافس صعبة قوي قوي لك هنا على ملعبك خصوصا ان الفرص متساوية الاهلي عنده أربع نقاط الهلال عنده أربع نقاط والمريخ عندهم أربع نقاط فبالتالي الأمور هتكون صعبة اللي يقلل او لما تسمع حد بيقللك من المطشط دي وان الاهلي كده كده صعد ده كلام غير صحيح مليون في المية والكلام ده بشأنه وبسهولة جدا ممكن يهبط من المعنويات وممكن يخليك عندك ثقة زايدة عن اللزوم زي ما حصل في مرات سانداونز الاولى كنا داخلين المطش بثقة زايدة عن اللزوم فبالتالي ايه خسرنا لا احنا الأمور صعبة بالنسبان المريخ فريق قوي 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 والهلال كذلك فبالتالي لازم تكون عامل حساباتك بالشكل كامل بالشكل قوي ومستعد بشكل جيد قبل المطشين دول عشان تقدر بإذن الله واحد أحد تتأهل عن المجموعة دي مع فريق سانداونز اللي ضمن تصدر هذه المجموعة وبعد كده بعدما تتأهل بإذن الله تعالى الحسابات بتبقى مختلفة وبرضو مش عاجبني شوية نغمة البعض اللي بيقولك لا لا الأهل السندي حتى لو تأهل هيخرج لا لا أنا ما بحبش قلة الصقة خالص آه وارد مطش تقع مطشين تقع كلام من ده انت بتلعب في بطولة أفريقية كبيرة بتلعب مع فرق كبار وفي الحقيقة نفس الكلام ده قرر السنة اللي فاتت بعد مطش سنبا لو نتذكر كنا راجعين من كاس العالم ولعبنا مع سنبا بعدما كنا اخذين برونزية واخسرنا من سنبا واحد سفر هناك في تنزان يعني فلا خلينا عندنا صقة كبيرة جدا في اللعبين لأنهم بصراحة مش مقصرين إطلاقا عاملين مجهود عظيم جدا سواء هم أو الجهاز الفني آه ممكن يكونهم مش موفقين ممكن يكون بيقابلهم بعض العقبات سواء فيما تعلق بضغط المباريات أو الإجهاد وده يا جماعة وده مش حجج ده أمر واقع اللي يقولك يا جماعة ده حجج وانتوا لازم تتحججوا لازم تطلع مبرر للأهل يقولوا لأ ده واقع انت مش عايز تشوفه انت مش عايز تشوف ان الاهلي بيلعب كما مطشط كبيرة الاهلي عنده حالة من حالات الإجهاد بتأثر عليه هتقولي طيب كسبتوا بيرامدز ازاي لا ما انت أكيد كنت مستعدة لبيرامدز بشكل جيد زي ما استعدت لسانداونز بشكل جيد لكن بيبقى في عوامل توالي المباريات بينتج عنه إجهاد فدي جزئية مهمة أمورات بيرامدز كمان كان معك جمهور جمهورك اللي هو بيبقى العامل أساسي في تحقيق الانتصار ده بيبقى أمر مؤكد فكل أحوالنا تمنا التوفيق للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية مباراة يوم الجمعة الاستعداد لها بشكل كويس ما نلتفتش إطلاقا للأخبار اللي هي تلعت كمان كاذبة فيما يتعلق برحيل المدير الفني الإنجليزي فريق المريخ وفيما يتعلق بعدم الاستقرار الفني هناك لا كم ده مصحيح المدير الفني موجود مش متذكر كلارك تقريبا مدير الفني للمريخ موجود هنا في القاهرة وبتمرن مع الفريق وبيقود التدريبات بشكل قوي وبيستعدوا منتقى القوة لهذه المباراة فبالتالي خلينا مركزين كل التركيز في مباراة المريخ أولا وبعدها نتفرغ لمباراة الهلال نكون معنا سلاس نقاط إضافية عشان إن شاء الله نكسب الهلال ونتأهل دي جزئية من ضمن الجزئيات المهمة الأهلي حيستأنف تدريباته